عودة مجددة مشاهدين الكرام إلى الجزء الثاني من برنامج جحكي بالون عبر قناتكم قناة البلد في الجزء الأول عفوا تحدثنا عن الفضيحة التي هزت الكاف بعد إقصاء اتحاد العاصمة ونجم الخضور رياض محرز من جوائزها السنوية في هذا الجزء سنتحدث عن المنتخب الوطني وآخر التحضيرات قبل نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكوديفور إذن جمال رشدي الفاف تضع كل التجهيزات المادية واللوجستيكية من أجل أفضل التحضير لكان ووليد صادي خرج في تصريحات لوكلة الأنباء الجزائرية أكد أنه سيضع المنتخب الوطني في ظروف مماثلة لتلك التي تواجد عليها المنتخب في كان 2019 عندما توجد المنتخب بالكأس الأفريقية الثانية نظن بالله هذا الخبر يفرح ويأتي أكثر أزانة وعني واتبعنا للناخب الوطني والفارق الوطني في بها ككل كل اللاعبين كل نظن البروبلم إحنا البروبلم دي بريم هذا هذا المشكل هذا ما نظنش يلي بوزي متنا نظن بالله هذا الأمور هادوري خافيين شوية ولكن يكونوا تفاهموا عليهم ديجا خاصة الأفريقية سيكون مباشرة في البروب المتحدة ولكن أقول لك شيئا لم أشارك لك بعد أن تفضل الفريحة تعالى أنا أخيف على الفريق الوطني خايف تحب الفريق الوطني فيك أسفة لك أقول لك صح إن هذه العيناني تدعوها فاضحة هذه تبادلة كبيرة دلوها ويعني نورمال ماذا قد يحدث في المنتخب الوطني الجمال؟ وهذا فقد أنه سيكون لدي أحيث عن 1 فرصة إنه يتفاصل مع الحقيقين لأنه يجب أن يكون لدينا الله سيعمل بالترجمة بأنه يجب أن يكون ليس لديناه على هاتف المتابعة لن يكون لديناه على الهاتف المتابعة لا أستطيع أن تعالي لكنني أنا إيش في الهاتف المتابعة بأن أدخل الهاتف المتابعة والدجسائر كان في الجزائر من البداية إلى النهاية داكو بصحة أنا ما ما نقولك حاجة مم بالفار مم بالفار كنت كنت مزافية ديزاربيت كيميك بيكون سيتوش مم با مالفار ولم يعيطوا لهم شفوشات جمل باش نمشي وكثر في الفكرة تاعك باش نمشي ومليح في الفكرة تاعك انت تعرف افريقيا جيدا اليوم الامور ربما اصبحت اكتر شفافية ما عدا تحكيم ماذا يمكن ان يحدثها للمنتخب الوطني في افريقيا في كوديفور هل ربما يقدر المنتخب يتعرض لمؤامرة من حيث مكان الاقامة التنقل وش يقدر يصرها للمنتخب الوطن ما نظن شفافية ايضا ايضا احنا اللي نسكلف بهذا الامور هادو ما يكونوا بالك دي بيتي بروبلم صغار ولكن انا يا راب في المنافسة ككل منافسة التحكيم التحكيم والتحكيم منظن باللي فوات تري فيجيلون الفريق الجزائري والجزائري ككل راهي فيزي الكريم الاستمرار هنا مني في الشيكلون يجعجج جالب المحيط لذلك اضافيAA لكني يجبب ان واعتبر ان يتخبرنا خربة دي 2018، قيم او عملا يحبط كل محيط ان 나 انساءاتك ايضا ان يكون Air flyingestore قوي فا أني يتحدث ان بل ميلي بالمكاش ان يمكن ان يسمه الس mathematicب فا NASRA ملك قرار تعوجود الفار في المباريات الخاصة في 2020 من قبل كانت إلا في النصف النهائي والنهائي لكن في 2020 أصبحت في الدورات الكبرى يكون فيها الفار من بداية كان عندك تدخل ربما بخصوص الخاف اليوم عود جمال رشدي يقول فيه خوف ربما على المنتخب الوطني نعرف منذ سنوات كل الاتحاديات يعني اللي كانت كل مكاتب الفيدرالية كان عناية خاصة للمنتخب الوطني أنت كنت أمين عام سابق في الاتحادية الجزائرية كانت ربما معاملة خاصة مع المنتخب الوطني اليوم وليد صادي ربما يتحدث عن توفير ظروف خاصة يأتي هذا في وقت أنه من تبريرات الناخب الوطني لأسباب الفشل في كان الكاميرون هو ربما سوء التحضير وسوء التسير بالنسبة للاتحادية أكيد وليد نتكلم يعني عن ما قامت به الاتحادية في الشهرين آخرين وخاصة من الرئيس سي وليد صادي اللي تنقل هو شخصيا إلى المدينة اللي راح تتضل فيها مباريات للإطلاع على التجهيزات والمشاءات الفندقية وحتى الملعب ما ننسوش بليك هو عنده خبرة كبيرة في هذا المجال كان خلال عهدتين كان مكلف بهذا الشيء ونظن أنه الخبرة التيعه حتما الخبرة التيعه راح تجيب شيء إيجابي في هذا المجال ويجب أن نستخلص الدروس ما حدث في الكاميرون لأنه نقول لك الكاميرون الكاميرون ما بين أسباب النتائج تحصلنا عليها هو هذه النقاط المتعلقة بالتنظيم وباللوجيستيك طاربوس كان في دولة قاطر التنقل كان بمشاكل مع بائحة كورونا كانت كورونا يعني عملت أشياء سلبية تقريبا نقول لك تقريبا وفد الكلي تقاس بالجائحة وصيبة بالجائحة الكورونا عطل التنقل تعل وفد من الدوحة إلى مدينة دولة كانت فيه اضطرابات كبيرة في التحضير في الإلغاء مباراة تحضيرية كل هذه الأشياء من بعد ظهرت مشاكل في اختيار الفندق الفندق يعني ما كانش يتوفر على كل الشروط اللي لازم تعطيها المنتخب الوطني يعني كل هذه الأشياء اضطرت سلبا اليوم عن أبعاد على هذا شيء موني أنه عن أبعاد على هذا شيء مدام كان فيه وفد تنقل يرأس الرئيس الحالي لاتحاد جزائي غير ما كان إقامة المنتخب أيضا شيء مهم يغير واخداء القرار بش يوضع المنتخب في أحسن الظروف إذن الأحسن نازاف لعبت في المستوى العالي لعبت في إفريقيا تعرف أهمية توفير هذه الظروف المادية واللوجيستيكية بالنسبة لمنتخب بالنسبة لأي فريق بالنسبة لللاعب اليوم شفنا بالرئيس الاتحادية لما تنقل الكوديفور غير ما كان إقامة المنتخب الوطني من هذا الفيلاج ليحتك مع منتخبات وحدة أخرى لاستأجار فندق خاص بالمنتخب الوطني أهمية هذا الشي بالنسبة لللاعبين والتحضير بالنسبة للماضي ودوك نعطيك نظرة شاملة على كل حالة هو الرئيس هو يدير لازم يمتقعد الظروف كما يقول لك لازمة للمنتخب الوطني بس تما وفر كل شي بالصح كي يوفر كل شي ويقول لك تما الظروف لي كي يكونوا ملاح ومبعد هو رأي ويقول لي تما ينظروا مبعد ولي يكون بعد الناخب هو كل شي اللعبالره في يده اللعبالره في يد الناخب الوطني هو اللي يشوفوا كما نقول شاطر مونير جزئيا في الكامرون هذا الاختراع عندي ما قريب ما كانوش عندنا لأخر بسح ما كانش عندنا فريطة بلو مو انجروب بيان بريباري كي يجي نشوفوا كي يجي نشوفوا تمال أداء يعني وش هدر مونير جزء فقط ماشي هو كلش لا لا هو هدر لك على المنشآت المنشآت عنده الحق على كل حال لازم يتكونوا مفرين المنشآت اللازمة بالصح كي يكون عندك مجموعة مجموعة تكون محضرها ملاح المنشآت ما قريب يكونوا شوية ماشي ملاح ويكون كي ما قولك الجائحة كورونا ودنيا بسح تعاو تريكو بيري عندك المعطايا تنطبق على كل منتخابات صحيح ما عندكش حداش نلاعب بركة عندك مجموعة بسح لو كان في مباراة واحدة ونحن شفنا تلت مباراة هي كانت ديزي كيلي برتوطال وساندو طيب الحسن اليوم نقدر نقوله باللي بالماضي عنده كل الامكانيات يعني يره المطلوب منه التفكير يعني في الجانب الفني فقط نحن نقوله لازم هذه هي أكيد في الجانب الفني لازم نشوفه وش جهز منذ هاد الفترة هادية نشوفه هاد الاختراء هادية وش جهز استراتيجية اللي كان يحكي عليها كي عاود درب شهر في فرنسا وبعد جاء قلنا احنا يا رانا وجدنا استراتيجية احنا رانا لحقنا لهذا الاختراء لحقنا كيمي قلت طيب احن نقوله لها احن نقوله لها هادية اكيد سنتحدث عن الجانب الفني بالنسبة للمنتخب الوطني لكن نبقى فقط في موضوعنا اليوم مونير دبشي نعرف انه نهائيات كأس أمم إفريقيا اللي تلعب خطرة في سنتين يعني التحضير ديالها ما يكونش في شهر او شهري الاتحادية اليوم جديدة انت كنت يعني أمن العمل الاتحادية السابقة يعني الاتحادية السابقة هل بدأت مشاة بشرة التحضيرات ويعني أبرز ربما التحضيرات لدارتهم لهذا لا كان التحضيرات كان يعني من خلال بعد 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 إجراء عملية القرعة الناخب الوطني كأول يعني خطوة لبداها بدأ يختار الفرق اللي يلعب معها مباريات الويدية تحضيرنا تحضيرنا لهذه الدورة يعني من هذا المنطلق الناخب الوطني كان يقدم قائمة على المنتخبات ليلعب معها احنا كنا يعني نقوم بالدور الإداري واللوجيستيكي منهم مباراة السينيغال ومصر أكيد هو يعني يختار هو يختار المنتخب يعطيك خيارين أو ثلاث خيارات وإحنا يعني نجسد الخيار هذاك على على الواقع يعني هذا من اختيار من جانب يعني الاختيار المنافسين وأيضا يعني كنا نعطيه كل نوفره كل شروط ليطلبها المنتخب لإنجاح لإنجاح التربوسات لأنه نجاح أي تربوس في الفترة القريبة للكأس أمام إفريقيا راح يعطيك يعني يعطيك حتما أحسن تحضير لهذه الدورة طيب تحضيرت بدأت انطلقت من قبل بالحديث عن مباراة الودية مبارتي سينيغال ومصر كان فيه للأسف مونير دبيشي إذا تسمحي يعني نطرح لك هذا السؤال كان فيه انتقادات في طريقة تفاوض الاتحادية الجزائرية اللي كونجنتي الأمين العامة مع الجانب المصري اللي ربما الاتحادية الجديدة يقولوا باللي ربما من مفاوضات لم تكن صالح للجزائر هلأ كان توضح أنا أنا وش سمعت سمعت أنه قال لك تفاوضوا بالكلام أي أقل أنه منتخبين يلعبوا مباراة الودية تفاوضوا بالكلام هذا ما مرنش 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 مباراة مبين أحياء كان فيه تلقينا دعوة رسمية كتابية من المنتخب المصري وضعونا كل الشروط اللي هم يقترحوها غيرنا وش عودنا رجعنا يعني جاوبنا على المرسلة وكان فيه نقاط كان فيه نقاط تكلمنا فيهم لكي يعني يكون فيها تغيير الاتحاد المصري طول نوعا ما في التأكيد على بعد النقاط وكي تعرف يعني التفاوض رسميا بدأ أسبوع قبل الانتخابات للفاف يعني كانت يوم 21 سبتمبر أسبوع من قبل أكدنا على إجراء مباراة مصر جزائر التي أقيمت يوم يوم أظن 16 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 17 21 25 25 26 26 28 29 29 بعد إلحاح كبير من الناخب الوطني للعب ضد مصر كان عنده أكثر من سنة هو يطلب لقاء مع المنتخب المصري ولم تأتي المناسبة كل حقنا الاتفاق كان فيه يعني مرسالة وجواب كتابي قعدوا بعد التفاصيل الاتحاد المصري ما أكدش عليها كل حق للرئيس الجديد أطلب تأكيد قال لك أنا مدى نصدر نطلب أنه يكون تأكيد عودت ندارة مرسالة وكان فيه تأكيد يعني على يعطيك صح هذا على كل نقطة لكن أغير من غير المعقول أنه اتحاد مع اتحاد يحاولون نظموا مباراة ما بين منتخبين قويين كالجزائر ومصر ونعملوها يعطيك صح كان هذا توضيح لي أنه جمال نعطيك حتى نعطيك حتى تفصيل تفصيل تفهمنا حتى مع أنا والأمين العامة للإتحاد المصري على أنه نهار اللي اتفقنا وكانت المرسلة والجواب كاتفاق مبدئي في انتظار تأكيد كل نقاط اتفقنا حتى أنه نوضع يعني الإعلان لإجراء المباراة في نفس الساعة في نفس اليوم في نفس الساعة نسمعنا من الاتحاد المصري يعني كجمهور جزائري كإعلام سمعناه بعد المباراة من خلال الإعلام المصري في نفس الوقت نفس الساعة نفس الدقيقة نفس الثانية كان فيه تنسيخ كبير باش تخرج المعلومة من الجهة المصرية من الجهة الجزائرية في نفس التوقيت وهذا كشي لحدث الحمد لله يعني كان هذا توضح لي أنه كان فيها الشائعات أنه ربما الاتحاد السابق لم تتفاوض جيدا جمال الراشدين من ناحية المادية من ناحية المادية من ناحية حتى البت تليفزيوني جمال الراشدين بلك عندك إضافة والي تسمح لي من ناحية البت تليفزيوني ما كانش ظهر النقطة تعال البت تليفزيوني ما كانش ظهر في المرسلة تعال الاتحاد المصري طلبناها أكدوها أنها شفويا أكدوها أنها مش شفويا بمرسلة في الواتساب من عند الأمين العام لعندي ومتأكدتش كتابين والرئيس طلب أنه تتأكد بمرسلة مع تلت نقاط اللي كانوا محل يعني وهي يعني ما تأكدتش حتى قدوم الرئيس الجديد تأكدت بمرسلة على الواتساب ما بين أمين العام وما بيني وما تأخذوها شبع الاعتبار كانوا فيها ثلاث نقاط كانوا فيها ثلاث نقاط وما هي ثلاث نقاط مونيري لا تسمح البث التليفزيوني حتى ولو نعتبر أنه أنا البث التليفزيوني كانت أكد بمرسلة في الواتساب وكان فيه نقطة متعلقة بالتنقل الجوي لأنه حنا تفهمنا مع الاتحاد المصري اتحاد المصري حاب يقدمنا مبلغ مبلغ مقابل التنقل الجوي ما بين الجزائر ومصر حنا طلبنا أنه يكون فيه يعني تجهيز طائرة خاصة لتنقل الوفد لأنه هما حبوا يعطيونا أماكن في رحلة عفل في رحلة مباشرة بالأماكن يعني في البيزنس ناقلنا لهم لا الفريق الوطني متعود على طائرة خاصة متعود على طائرة خاصة هما طلبوا منا أننا نعطيو لهم التكلفة من طائرة خاصة قمنا بمراسلة شركة الطيران لنتعاملوا معهم الجزائرية وكنا في انتظار رد لكي نقدم لهم التكلفة وعلى هذا الأساس كانوا يقدمونا يعني لدى الاختراح المالي تحن بهذا المقطع بناء على هذا جامل رشدي نتقلوك يعني على هذا التوضيحات بناء على هذا هل ترى أنه المنتخب الوطني أو التحضيرات المنتخب الوطني تأثرت بتغيير المكتب الفيدرالي لا نظن لا نظن لا نظن كما نقول كما نقول كما نظن نظن بل كما نظن مفاهمة بين وكين تنسيق بين رئيس الاتحادية والناخب الوطني ظني إلى حد الآن الأمور تتمشي كما يرى والتحضيرات ما نحن يجوز إن شاء الله في أحسن ظروف أنا نقول لك نعود نروح 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 نقول للمنافسة والإنسان يخاف سويا لأن الفريق الوطني نقول لك أكبر الفريق 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 الفيزي بار توسكي وطر سباسي ويبقى المطلوب ربما من الناخب الوطني جمال بالماضي التحضير الفني الجيد سنمر إلى الجانب الفني اليوم لحسن نعزاف المنتخب الوطني اللي تغيره تغيره كثيرا ربما اللاعبين من تربص إلى آخر هل تعتقد أن المنتخب الوطني اليوم وصل إلى جاهزية في المقابل في المنتخب متأثر بعدة إصابات بلاعبين غير جاهزين في المقابل كاين لعبين في البطولة الوطنية رميسنا والفرصة ديالهم وجمال بالماضي هذا العنوان الذي اخترناه جمال بالماضي يعيد الأمل للبعد من اللاعبين البطولة أو لاعبين للعودة إلى المنتخب الوطني هجبني هكي زادوا إلى جوة لاليستادية وذلك لاليستيلار جي 55 لاعب وتقدر تمشي الكوديفورت 27 لاعب بدل 27 أنا نحكي على تلك 27 لا يمكن أن يكون لجوار هنا كما بالليل وجماعة باش نقول لك لليبليسي هو يكون الحاجة العائق هو يقول لك بالك يطيح وللي ديبليسي بسكو سي بفاصيل هو بالك أو دير تكون في جوار أو دير الأخرى أو التركيبة أو بالك يطيح لواحد أو دير قائمة من 55 لاعب أو دير أو دير 27 أو دير هم في رأسه هو هو دجارة ويشوف أو يشوف شهر بسكو ما تقعد بسكو هو دجارة ويشوف سباعة وعشر إلى هؤلاء الأخرى ونحن نتوق في هذا بريود هذي كما يطيح واحد بلسي يريد الوحد آخر من الصح أسكو أو جاهز أو لا جاهز حتى نشوف ها في المنتخب الافريك إن شاء الله مونير دبيشي لأن المنتخب الوطني لأنه بنت أثر بإصابات كي لعبين غير جاهزين اليوم في حديث من هنا وهناك عن ربما لاليستيلارجي اللي فيها لعبين بزاف من البطوة الوطنية سبقوا التحدث عن يوسف بالليل المتألق ولا جمل بالعمري ولا حتى بولحي ولا بالعيد من اتحاد العاصمة هل اليوم هذي اللاعبين عندهم حضوض وافرة من أجل تواجد في المنتخب الوطني يقدر يقدر يقدم إضافة بالإضافة أربعة أماكن إضافية فرصة فرصة اللاعبين كيوسف بالليلي يعني باش يكون عنده حضوة فرصة باش يلتحق بالمنتخب في حالة ما إذا كان المستوى يسمح له أنه يدخل في المنافسة وهذا يعني شيء إيجابي لأنه فهذه الفترة هذه معروفة بوجود إصابات عند اللاعبين على المستوى هيا كان إصابات ولا كان لعبين موليين يعني من إصابة وما زل ما لحقوش الجاهزية المثلة ويعني الاتحاد الإفريقي هنا مد الفرصة للمنتخبات باش يعني يمشيوا قائمة 27 تحسبا في حالة ما إذا كان فيه إصابات الفريق ما رحش يعني العدد تاعه ما رحش يكون يعني متناقص ويبقى عنده حض باش يمشي بعدد ليسمح لأنه يكون يعني عدد يسمح لأنه يدخل في المنافسة بكل رياح جمال رشدي الحديث اليوم عن اللاعب اليوم ينتظروا مكان ديالهم نتحدث عن مولودية الجزائر عن متصدر البطولة اللي عنده لاعبين يعني عنده لاعبين دياليا المتالق او حتى حليمية او عبدلاوي بدرجة اقل ينفسه يكون في القائمة ال27 كيما يسمح لبعض اللعبين الاخرين اللي راهم في المهجر اللي بيلعبوا في البطلات أخرى ولا ما بش يلعبوا بالزاف يعني ولا عرجوا من الإصابات باش هم قاية يتمحوا باش يكونوا يكونوا في المجموعة عندما بالفريق مولودية الجزائر حالياً راهم كيميق ولولوفون بوبراهم على سلسة ديناميكية الانتصارات بكيب على اللعبين هذا اللي يأثر بالإيجاب على اللعبين على المولودية طبعاً على الفريق وعلى اللعبين خاصة يوسف بالليلي اللي راوي منقوشه في فورمة كبيرة ولكن هو يدير المجهود تاعه باش يكون يعني في عيون الناخب الوطني نظرنا سبعة عشر عشر أهداف وسبعة تمريات حاسيم تمريات حاسيمة في تسعة مقابلات تدعب حاجة يعني مريش حقيقة إنها يعني من ناحية الاستاتيستيك ولغم أنه المتتبعين يقدروا يقولوا بالليلي يقدر يقدم أفضل من هذا الشي شوف المحللين يقوموا يقولوا وش نحبه كما ننقل نقول وش نحبه ولكن الكلمة الأخيرة ترجع للناخب الوطني وترجع لللاعب هل اللاعب عنده القدرات باش يقدم والناخب الوطني يدير فيه التقيقة باش يجيبوا ويقدم أنا نظن باللي حاليا حاليا بالليلي ما زل مخصوص ويا بدنيا نظن هذا رأيي الخاص ولكن ينجم في عشرين دقيقة خمسة ونص ساعة لعب مع الناخب الوطني عنده ذاك الوجيني ديالو لي نجم يجيب لك يعني وحتى أنت تقدر تغيير رأيك ربما بعد مباريات أخرى ستلعب في الوطني طبعا ما زلوا ربع مقابلات نظن حتى القرار النهائي تاع جمال بالماضي نظن من لديك الوقت كان بعض اللاعبين لي جمو يفرضوا نفسهم شكون أيضا موليدية الجزائر اللي تشوف عندهم عندهم ربما عندهم الحق باش يجيبوا الامل حاليا عندنا مشكل عطل ما وش يلعب سبعة مقابلات ويلاعب مع الفريق الوطني كيتون ما زل ما بيينش حاجة هتسليماني من قسم المنافسة نظن باللي واحد كيما حليمية اللي روي يبين يعني في المكان تاعو في الموضية الجزائر باللي عاود رجع للمستوى يعني ليش نجم يسمح له يكون مع الربعة الربعة العدي وهدي هي قرط القدم جمال الرجلي في الكثير من الأحيان يعني لاعب مصاب أولا ما يقدرش يدي هذي كي تكون الفرصة للاعب آخر من أجل تقلق من أجل وضع للمسا دياله في المنتخب وحاجة كيما بالناصر لي ما كناش دالي نوقع في الحساب إن شاء الله يعاودي يرجع دار مفاجأة أو عاودي ولا خلي بقى يعني وقت قصير فقط في هذا الجزء حبيت نسمع حسن النازف يعني الحديث كثير على بعض لعبي البطولة شكون هما أبرز لعبي اللي تشوف عندهم ما كانة ولا عندهم الحق في على الأقل باش يطمعوا يكونوا مع ناخب الوطني جمال بالماضي وهل ترى أنه يوصف بالليلي في جاهزية تامة من أجل العودة إلى المنتخب شوف نظرك على دجور شوف يوصف بالليلي رأيه جاي بالعقل تدريجيا لفورم أبتيمال تعمو ما زال ما جابهاش بصحة جاي بالعقل هو سيتين برسون اللي تسمعه ماشي سي با واحد اللي يوصف اللي يوصف اللي يوصف جريبا شف بزاف أمور كان في دي فورم من بعد ولا دنزين فورم أكستراردينير تم ما يقدر هو يجيري قاعد الأخور هذه سيتين او دولو متر فلا فورم وبتبالي لازم يكون فيها دوكي سنو بالليلي أسكو يكون فلا فورم هو ينتريني في المدود ديها هو أكساس هو هو ولا بالعمري يعني شوف في اللاكس هنا في الكيب نشونال يهان منك في اللاكس وفي اللا ديفونس كي ما قال لك عطال أمو حشا يكون في اللاكس بالعمري يقدر يجيب عن بلوس لازم يفعل رمات رنفورم هادي من المهمة تحهم أولا مونير تشاطرني في الرأي دو جوار كي كونوا في الأخور تحهم كي ما يقول كلي بريباراتور في الكيب نشونال يمكن بلند كونتاكت مع الريباراتور ليم كايين في المولود يقال سحقو هادي وهادي وغال يفعل رمات رنفورم بشي في اللاكس لا يمكن أنه يعود في الفورمات يجب أن تكون تضعه في الفورمات كيف تكون في الفيزيك نحن تكنيك لا نعلم مع العلم أنه تلاقى مع بالماضي وعطاله بعض الشرط الذي أحب منتخب الوطني هذا الشرط الذي يجب أن تدارها منهم يعودين قسم الوزن شرط هادي لو يمدهم بالماضي الاسم البالليلي كنجو نشوف وحنا كنجو نعود بالليلي كان مربيش وين كان هادي جا جا تخلف الكيب ماشران هو الذي يزقال هو نجو نشوف الماضي في مصر كوبدافريك في مصر نشوف باللي الديسيزيون التي كان كيب كان تباطوجي بالليلي هو الذي يجب نقدر نقول لك 95% 90% لدي بلوكاج هذا يجي من الليلي جا من عند الليلي دعونا من الكل كوليكتف كان لدينا كوليكتف هنا بالليلي يجب لدي لدي هذه الاختراع لأنه كان تجيزيزي في كوبدافريك 2019 دعونا لدي كوبدافريك ودعونا من الخرط شكرا الحسن إذن مشاهدين الكرام في الجزء الثالث والأخير سنتحدث عن تألق مولودية الجزائر ولعب مولودية الجزائر وحتى جمهور المولودية سنتحدث أيضا عن شباب الوزداد واتحاد العاصمة في المنافسات الإفريقية تفاصلتي ومنواصل ابقوا معنا